موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مجرز اخباري من قناة المرابطون اهلا بكم اعلنت وزيرة التجارة والصنع عوصية حناها متحمد المكناس عن التوصل الى تقفيضات توفقية مع موريدين ملزمة لأسعار عدد من المواد الغذائية الاستهلاكية الاساسية وقالت الوزيرة خلال نقطة صحافية عقدتها في ختام لقاءات عقدت اللجنة الوزارية المشكلة لبحث موضوع ارتفاع الاسعار قالت ان عددا من القرارات تم اتخاذها لاجاد حل للمشكل مؤكدة ان اسعار المواد الغذائية الاساسية سيتواصل تخفيضها كما سيتم شروع في اخراج المواد الغذائية الاساسية من دائرة تقلبات السوق والمضاربات باعلانها مواد استراتيجية تتتولى الدولة تنظيم سعرها انطلقت اليوم المرحلة الثانية من ملتقيات عادة تنشط الجهاز لداري الخاص بالمستشارين القانونيين في القطاعات الوزارية تقول الحكومة الموريتانية ان المرحلة الجديدة ضمن برنامج شامل لتكوج المستمر لوكلاء الادارة سينطلق قريبا باشراف وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصر الانات الادارة والوزارة لمن العام للحكومة نقلت كالة الانباء الصحرائي الرسمية عن مصادر بوزارة الدفاع الصحرائي ان قواتها نفذت عملية مسلحة جديدة بمنطقة القرقرات من جانب اخر افادت مصادر مغربية صباح اليوم لاحظ ان الوضع في القرقات هادئ وطبيعي وان حركة المعبري وان حركة المرور بين المغربي وموريتانيا غير مضطربة على حد قولها عقادت منسقية الممرضين الاحرار مؤتمرا صحافيا من وكشدر تعليق على تصريحات لوزير الصحة النذر الحامد قال فيها ان الممرضين الاحرار بلا شهادات قالت المناسقية ان تصريحات الوزير مناقضة للواقع طلبت بوضع حد لمعاناة الممرضين التي طال اندوها يمكنكم شاهدنا الكرام تابعة هذا المجهز وغيره من المؤجز ونشراتي وبرامج القناة وجديد الاخبار عبر صفحتنا على الفيس بوك وموقعنا على الانترنت اللايرين على شاشة ترجمة نانسي قنقر